You're now listening to The Arabic Arts with Noha Mohamed on Calgary Arabia هل تحس ان مؤخرا السينما العربية مش بس مصرية العربية بقت تتجه اكتر للنحية زي it's more artistic او فنية اكتر عن جماهيرية يعني والله فيه كده وفيه كده يعني في مصر عندك فيه صناعة سينما بقالها زمان فما ينفعش ان نحكم على صناعة كلها بكلمة واحدة او بنحيه واحدة فيه الافلام الجماهيرية اللي هي مش بسميها يعني مشاريع للشباك التذاكر وده وارد وبيحصل في كل البلاد اللي فيها صناعة سينما خلي بالك فيه فرق بين صناعة السينما وان يكون في بلد فيها سينما صناعة السينما يعني يازم يكون عندك دورة رأس مال بتأكد وجود هذه السناعة وكل اسبوع وكل اسبوعين بينزل افلام هذه الدورة معناها صناعة الصناعة محتاجة يكون عندك كل الانواع يكون عندك الفيلم الأكشن الفيلم الكوميدي الفيلم الجاد الأرتيستيك واللي يكون عندك الجمهور اللي بيساعده كله وده بيحصل في بلد زي مصر أكيد لأن عندنا الصناعة من زمان وطبيعي لكن إن يكون عندك مجموعة من المخرجين الجدد الشباب اللي في الوطن العربي كله مش بس في مصر بيقدموا سينما بيسموها مستقلة أو بديلة هي علامة مهمة وواضحة وعندك حق تسألي السؤال ده عشانها فعلا فيه جيل جديد وده مش بس في السينما هو موجود على الأرض يعني لما الناس رحت التحرير ما هو ده كان مجموعة شباب هما لدعوا لده فالتغيير اللي حصل على الأرض ده مش بس يعني أنا شايفه هو حاجة حقيقية حصلة في المجتمع لأنه فيه جيل جديد من وعى طول عمره على الإنترنت منفتح على العالم فاهم العالم أحسن فاهم ثقافات الأخرى صعب تتحكي عليه ببروباجندا الإعلام الداخلي إذا كان سياسي أو اجتماعي أو ثقافي ممكن يشوف الفيلم التجاري المصري وينبسط ويشوفه ويكون فيلم كوميدي فقط يعني للمتعة ولكن ويشوف الفيلم الأكشن اللي مفروش أي برضو يعني مفروش حاجة يعني سياسية أو اجتماعية بتفيده ولكن بيستمتع بيه في نفس الوقت هيشوف الفيلم اللي زي عيون الحرمية أو كده ويستمتع بيه لأنه ابتدأ يوري له جزء وحياة هو ما كانش شايفها وده مهم ففعلا فيه جيل ابتدأ يقدم هذه الأفلام وأنا شايف أن النجوة النجار أحمد عبدالله في مصر ناس كتير جدا مخرجين كتير في مصر وفي الوطن العربي بيقدموا ده النهاردة وأنا شايفه ده حاجة مهمة لأنه النوع السينما دي كان صعب نلاقي لها منتج زمان النهاردة بقى فيه منتجين يتحمسوا ليها أو حتى هم أصحاب الأفلام بقوا ينتجوا بنفسهم لأن التكنولوجيا زي الكاميرات الجديدة بتاعت كانون وكده أصبحت قادرة أنها تبقى في إيد متناول أي حد عايزة يعمل فيلم زي ما عملنا ميكروفون عملنا بكاميرات الفوتوغرافية الكانون الجديدة اللي بقى تتصور فيديو HD وكان أول فيلم عربي أو على مستوى العالم يتصور كله بالـ 7D كانت أول كاميرا فيها التقنية بتاعت الـ HD فيديو تنزل فأصبح ممكن وأصبح في إمكانية وده فعلا هو من سبب الأسباب اللي بخلي في موجة جديدة من هؤلاء الشباب بيقدموا أفلامهم لأن التكنولوجيا سمحت ولأن هم كمان كجيل بقى فاهم ومنفتح أكتر على ثقافة العالم